اهلا بحضراتكم من جديد هروح لخبر الحقيقة سعدنا كلنا منذ ايام لعبنا الذهبي في السكواش مصطفى عسل كان بلعب بطولة العظاماء التمانية طب ما عادي لا مش عادي لانه كان اصغر لعب يشارك في هذه البطولة على مدار التاريخ هو ما لم يتم عامه العشرين لسه 19 سنة وكسور اصغر لعب في التاريخ يشارك في هذه البطولة يعني ده انجاز احنا شوفناه ده انجاز وكان ضفنا قبليها و PTع وكده وقال انا نفسي مركز على نفسي وكان في لقاء معنا هنا في قناة الا اقلي وقال انا مش بسط لنتيجه ان انا يعني عملت اعجاز كبير او انجاز كبير ن выдخلت البطولة الاعجاز بقى انه كسب البطولة والاعجاز الاكبر انه كسب التاني على العالم والاول على العالم والتاني على العالم وفاز بالبطولة ودي لقطة طبعا من تكريم الدكتور عشف صبحي ليه بعد ما فاز يعني مصطفى عمل انجاز كبير كسب عندنا مين في التصويرات خسب محمد الشرباجي كسب علي فرج كسب مروان الشرباجي راح كسب بعد كده طريق مؤمن وبعد كده فاز في النهائي على محمد الشرباجي تاني